ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا آله وصحبه ومن ولاه بعد أهلا وسهلا مرحبا محابراتكم مع هذه السلسلة واستكمال الحلقات المهمة من نفاهيم أسرين الحلقة اليوم سنتكلم فيها عن أمر مهم جدا وأرف كثيرا من بيوت المسلمين والأزواج يشتكون شكوى يعني كما يقولون مر الشكوى من هذه المسألة ألا وهي عناد الزوجة وعصبياتها يعني مسألة العصبية والعناد أصبحت يعني تخيم على بعض البيوت الآن طبعا ده له أسباب ولا نحمل الزوجة باستمرار كل المشكلة برمتها لكن خلونا دايما لما نيجي نتكلم عن أي مشكلة نتكلم عن مظاهر المشكلة وعن أسباب المشكلة ونتكلم على مسألة الآثار السلبية للمشكلة ثم نتكلم على العلاج المرأة العنيدة عندما تكون موجودة في البيت أو العصبية بيكون في مظاهر موجودة داخل الأسرة منها مثلا إصرار المرأة دائما أن موقفه هو الصحيح وأن رأيها هو الصحيح فده بنقول لا لابد يكون في تفاهم لابد نسمع من الطرفين إسمع الزوجة إسمع الرأيه وتنقشه في هذه المسألة فإصرار الزوجة على الموقف وعدم التنازل أيضا من العصبية والعناد اللي موجودة في البيت إن الزوجة دايما تصطدم مع الزوج في قراراته سواء في الشراء في البيع في المدرسة في المذاكرة مع الأولاد تجد أن فيه صدام بالسمرار ومطالبة الزوج بمطالب مادية أو مالية أو شراء احتياجات ممكن تكون أساسية أو كماليات وتصمم على هذا الأمر داعناد ليس في محله ربما لا يكون متوفر معه المبلغ في هذا الوقت أيضا لجوء الزوجة أو الزوج بعدم الرضا يعني يشعر بعدم الرضا من الزوجة لجوء الزوج للعناد يعني رد فعل معاكس أيضا من عصرية المرأة وعنادها إن هي إذا لم ينفذ لها الزوج ما تريد تترك نفسها وتهمل نفسها وتهمل أولادها كل دي مظاهر موجودة داخل البيت وأسوأ ما هو موجود داخل البيت بسبب العناد والسبب العصبية هو ترك طاعة الزوج أي شيء يقوله خلاص أنا أسمعش الكلام وتب هنروح؟ لا مش هنروح تب هنعمل؟ لا مش هنعمل وهكذا فده كله مظاهر موجودة داخل البيت بسبب عناد الزوجة وعناد وعصبيات طيب أي مشكلة ولها أسباب؟ أنا شخصيا أقول إنه لابد ألا نحمل الأسباب كلها للزوجة يعني أنت عصبية وعنادية وممكن الأمور تدخل في أمور أخرى ويصبح فيه نكد مستمر واختلاق مشكلات يومية لكن هل الزوجة هي التي تتحمل هذه المسئولية بمقردها؟ بالطبع لا وإلا نكون ظلمنا المرأة وظلمنا الزوجة هناك أسباب ترجع للزوج وهناك أسباب ترجع للزوجة قد يكون الزوج هو السبب في عصبيتها قد يكون الزوج هو السبب في عنادها طيب ما هي الأسباب أو الأمور التي يفعلها الزوج فيجعل الزوجة يجعلها عنيدة وعصبية فقم واحد عدم إدراك الزوج لطبيعة المرأة أنت يا سيدي لا تتعامل مع صديقك في العمل ولا زميلك في الشارع ولا جارك اللي موجود ولا زميلك اللي بيصلي معك في المسجد لا أنت تتعامل مع امرأة هذه المرأة وهذه الزوجة لها طبيعة مختلفة عن الرجال فعدم إدراك الرجل لهذه الطبيعة توقع العناد والعصبية على سبيل المثال المرأة لها طبيعة أنها تريد التحدث في التفاصيل إذا يعني عملت لك أكلة أو يعني ودبة في البيت تعطيك كل التفاصيل عنها عملت واشتريت وبعدين سويت وديك التفاصيل كلها الرجل لا يعطيني النتيجة النهائية مباشرة طيب فعدم إدراكه فهو ممكن ما يسمع لهاش فهو تتعصب فعدم إدراك الزوج لفضيعة المرأة أو الزوجة ممكن يحرص لها عناد فتصور وتغضب ويبدأ هذا العناد والعصبية كرد فعل من الأسباب اللي هي المرتبطة بالزوج أيضا كسرت حديث الزوج عن أخلاق زميلته في العمل هو بشعر في مدرسة بشعر في شركة بشعر فيرجع يعنقل، وفلانة أدي الكلام ده بشكل جيد جدا وفلانة 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 فكسبت الحديث عن زميلات العمل يثير غضب الزوجة فتبدأ تعاندا تبدأ تتعصر أيضا من الاسباب اللي ممكن تعصرو الزوجة وممكن تخليها تعاند كسرت حديث الزوج باستمرار ومسألة التعدل فأنا بقول لحضرينك ده خط أحمر أمام الزوجات أنك أنت تتكلم عن التعدد وفضائل التعدد وأهمية التعدد وفلان عدد وفلان متجوز اثنين وثلاثة وتبدأ تتكلم عن هذا الأمر أمام الزوجة يثير غضبها وتبدأ تعاند بل سينتقل الأمر إلى عدم الثقة فيك أصلاً ويبدأ فيه شك ونبدأ بقى نفتح التليفونات ونشيك على الروسلات وهتبقى مشكلة كبيرة وقعدين اللي عايز يتجوز بيتجوز من غير ما يقعد يعمل هذه المسألة ويفتح حوارات وإن كنت أنا شخصياً يعني ده رأيي الشخصي إنه لا يبنى البيت الثاني بهدم الأول في قاعدة كده لابد تكون واضحة في أزهان الأزواج والرجال لا يبنى البيت الثاني بهدم الأول وليس كل رجل يصلح للتعدد ولابد من مراعاة أمور كثيرة جداً قبل التفكير في شرع لا ألا وهو التعدد يعني التعدد ليس يعني فكرة طريقة التعدد من شرع لا زوجل لكن لابد له من فقر من الأسباب الراجعة أصلاً للزوج إنه هو يجعل الزوج عصبية أو عنادية ضعف شخصية الزوج فبالتالي هو بيشجعها على العناد وبيشجعها على التسلط إن شخصيتك ضعيفة فبتعطيها الفرصة لهذا الأمر عدم اهتمام الزوج بمشاعر الزوجة أيضاً يجعلها عنيدة تسلط الزوج وعدم استشارة الزوجة في كل الأمور وخاصة الأمور البيتية أيضاً يجعلها عنيدة خد رأيها كسرة انتقال الزوج لزوجته لا يترك شيء إلا ليعد ينتقد ينتقد أنت عملت لي كذا أنت عملت لي كذا وليه عملتها ورحته وجيتي فكسرة النقد يعني يجعلها تتعصب إيه زهقتني أنا مليت ونقطة أيضاً إضافية من الزوج إنه في بعض الأزواج للأسف الشديد عنده مسألة إطلاق النظر بشكل كبير جداً فيجعل الزوج يعني تبدأ تتعصب وإنت يعني تبص برا ليه وإنك كذا وإحنا لما يخرج يروحوا مثلاً النادي ولا يروحوا يتفسحوا ولا يروحوا يشتروا فتلاقي نظره يعني منتشر في المكان فده يجعل الزوجة تشعر بالعصرية وبالتالي تأخذ العناد ويكون رد فعل معكس دي أمور خاصة أو هذه أمور خاصة بالزوج نقول للزوج كل اللي إحنا قلنا ده لازم تعمل عكسه لازم تعمل ضده حتى يعني تحافظ على هدوء الزوجة وإحنا سنذكر بعض يعني العلاجات لهذا الأمر بإذن الله لكن أؤكد وأعيد على مسألة أن عناد المرأة وعصرية المرأة والزوجة في البيت مشكلة كبيرة جداً وشكاوى كثيرة يعني كثيرة تأتي من هذا البد طيب أيضاً الأسباب اللي ترجع للزوجة طيب الزوجة يعني إحنا خلاص حطناها في المأمن كده لا في أسباب عندها هي أيضاً يعني تؤدي إلى مسألة العصبية مسألة التنشئة الأسرية من البداية يعني البنت عصبية وهي صغيرة في سنة ثالثة ابتدائي ولا في ثانية ابتدائي وبعدين الأب والأم في البيت لا أصل هي عصبية طيب حضرتك يا أب عليش لهذه العصبية والعند اللي موجودة عند بنتك عشان لما تكبر بعدين لا أنا أبعنيتشها أما اللي هي عزاء إحنا هنعمله أصل هي عنيدة يقول لك كده أصل هي عنيدة أصل هي عصبية فأدوها اللي هي عزاء فبدأ هذا السلوك السلوك يكبر وينمو معها إلى أن تزوجت ثم أصبحت عنيدة وعصبية مع زوجها أيضاً والنتيجة إما أن هو يعني يترك لها البيت إما أن يطلقها فهنا لا نريد مثل هذه الأمور من البداية فالتنشئة الأولى التي عاشت عليها الزوجة من البداية انطبعت بها وأصبحها من سلوكها من الأسباب اللي هي مرتبطة بالزوجة مسألة الضغوط اللي هي بتتعرض إليها في الأسرة هي متحملة خاصة في غياب الأب لو إنه ترك لها المسئولية هي اللي بتغسل هي اللي بتودي الأولاد المدرسة هي اللي بتتابع الدروس هي اللي بتشتري هي اللي بتشتري حاجات البيت هي اللي بتودي هي للمستشفى تقوم بالتطعيمات تقوم بكل أمور البيت عليها فتنضغط ثم تبدأ في العصبية والعناد فمنقول للزوج لا انتبه لمثل هذا الأمر ولابد أن تساعد الزوجة في أمور البيت وتتحمل المسئولية التي حملك الله عز وجل إياها أيضاً من الأمور التي تجعل الزوجة عصبية وحاجة خاصة بيها وجود المشكلات بين الزوجة وأهل الزوج فبالتالي تبدأ تطلع هذا الكلام وهذه العصبية والعناد على مين على الزوجة فيجب أن نصلح الأمور ما بين الزوجة وبين أهل الزوجة بعض الزوجات يعني عفونا الله وإياكم والمسلمين الأشمعين بعض الزوجات عندها نوع من الوسوسة ونوع من الغيرة المفرطة فتبدأ في إيه تاخد ردود أفعال لهذا الأمر نقطة أيضاً إفتقاد الزوجة للإشباع العاطفي الزوج يعني لا يشباعها عاطفية فتبدأ تعند وتتعصب ويبدأ حتى أن هي تشك في زوجها أنت ليه ما فيش إشباع عاطفي ما فيش كلام عاطفي يبقى الكلام العاطفي ده موجود برة فتبدأ هي تنخور وتبدأ تعاند وتبدأ تتعصب ونقول للزوجة انتبه لمثل هذه الأمور عدم شعور الزوجة بالأمان مع زوجها خايفة لا تتطلق باستمرار خايفة لا يتجوز عليها باستمرار ودي مشكلة الزوج إن هو لابد يوجد نوع من الأمان داخل البيت فتطمئن الزوجة وتهدأ بإذن الله تعالى افتقار الوعي من الزوجة للحياة الزوجية عموماً والحقوق الزوجية عموماً فهي يعني تفتكر لهذه الأمور النقطة القادمة مهمة جداً مسألة التقليد بعض الزوجات تقلد أمها العنيدة أصلاً فيعني الأم أصلاً عنيدة وتتعامل بهذا العند وهذه العصرية مع زوجها فالبنت تبدأ تتعلم من مين؟ تتعلم من الأم وتنشع على هذه المسألة لا شك أن للعناد والعصرية لا شك أن العناد والعصرية في الزوجة داخل البيت آثار سلبية ستكون هذه الآثار السلبية على الزوج وعلى الزوجة وعلى الأبناء لكن سنتناول الآثار السلبية في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى حتى نوضح هذه الآثار حتى نتلفاها ويصبح البيت هادئ مطمئن نتظرون في الحلقة القادمة نتحدث عن هذه الآثار السيئة أو السلبية لمسألة عناد الزوجة وعصبيتها نسأل الله عز وجل أن يجعل بيوت المؤمنين والمسلمين في هناء وسعادة وطمئنينة بدون عناد وبدون عصبية إنه ولي ذلك قادر عليه سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر كأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر